أبقى بالكلام ده تساؤلات سريعة أبدأ من الآخر كيف وجدت حادث اختطاف الطائرة المصرية وتعليقك عليه وتعامل الحكومة معا بالتأكيد التعامل جيد لكن يعني أنا لما سئلت بهذا الموضوع قلت أنا كنت منتظر بيان من وزير الداخلية يقول اللي حصل واضح أن هم يعني كان عاملين الدور اللي عليهم وأن الموضوع كان يعني اتخاذ شكل يعني حافظوا على سلامة المواطنين اللي هو الطيارة إلى أقصى درجة ورغم أن واضح أنه ما كانتش فيه متفجرات ولا فيه أي حاجة لكن مجرد أن ده إنزار هم تعاملوا معا بمتاج جدية لكن في الآخر المشكلة الكبيرة أن ده بيأصل على صمعة مصر بتأثير كبير في الوقت نحاول أن نعالج أثار الطيارة في روسيا والكلام ده كله لكن يعني الخبطة جات موجاعة شوية بس الحمد لله أنا شايف أن التعامل كان جاي بسرعة الحكومة والتعديلات العشر حقائب الوزرية الأخيرة قبل أن تلقي بيانها الحكومة كان واجب أنها تتغير قناعتي الشخصية أنها تتغير بالكامل مش عشر بس وشايف أنه حتى التغيير ده يعني لو نحن بقول لحد الأدنى لا هو أقل من لحد الأدنى تكلمت عن وزارة الداخلية لازم تتغير موزير الصحة والتعليم والتلمية المحلية كان لازم يتغير من وجهة نظري وبالتالي أنا مش راضي عن التغيير لكن قلت أن التغيير أو الأشخاص بالنسبة لي يجوا في المرتبة التانية بعد البرنامج وقلت أن أنا منتظر أشوف برنامج الحكومة وهناي عليه أحدد موقف من الحكومة